اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة تعلم الفرنسية باحترافية فيديو النهاردة حنكمل فيه ما بدأناه في الفيديو اللي فات واللي هو درس البخزون دولانديكاتيف او المضارع حنتكلم في الفيديو النهاردة عن كيفية تصريف لفع المجموعة الثانية والثالثة في المضارع خليكم معي اهلا بكم من جديد هناخدوا لمحة قصيرة قبل ما يبدأ التصريف الافعال اذا المضارع البخزون دولانديكاتيف هو زمن يدل على حدث يتم اثناء الكلام او عادة التكرر او حقيقة علمية ثابتة من الكلمات الدلالية بتاعته اللي لما نشوفوها نعرفه ان احنا هنصرفو اكيد في البخزون عندنا منتنون يعني الان او جوردوي اليوم شك يعني كل شك تتكتب شك بلوس فترة زمنية شك ماتن شك ديمانش شك سمان او كذلك تو مثل تو جور تو هي تتعمل للبلوريان مثلا كل الايام تو الجور يعني كل الايام ولهو كل يوم هنقولو شك جور شك جور كل يوم تو الجور يعني كل الايام مثلا شك سمان يعني كل اسبوع تو لي سمان يعني كل الاسابيع تو للبلغيال نستعملوها للبلغيال وشاك للسنجلية والآن إليكم تصريف أفعال المجموعة الثانية في المضارع في البرزن نعملو إيه؟ نقوم بحذف الإي أخ ونغيرها بالنهايات التالية إي أس إي أس إي تي إي سان إي سي إي س مثل البرب فينير لنحن أحدفو الإي أر مع اج estab� اج فيني الفيني أس إي سي You tecns إي إيه؟ نو� فينسم نوو فينسم wives قلقي ciao الناس نعملو فينسة الوяти أفعال المجموعة الثانية في المضارع السف Sans المضارع في عربي المضارع في الثانية في المضارع في المضارع في المضارع عندها نهايات مختلفة في اللي ألافان IR في اللي ألافان RE في اللي ألافان OIR لكن معظمها يأخذ النهايات التالية SSTONS EZENT نخطو اقزمبل لذلك الدرمير نخطو الـ IR وحط S ج دور هنا اقزم بشأن الـ M ج دور تُ زيه هانزاويدو أس تُ دور إِل دور ألافان T نو دورمون رگهان الـ M هنا وألافان O-N-S نو دورمون وو دورمين ألافان EZ إِلُّو أَلُّو پلوريَل دورم اقزمبل لذلك نهايات هذا هو الادة SSTONS EZ ENT Alors Avec JE Je vois A la fin S Je vois A la fin S Tu A la fin S Tu vois A la fin S IL ou EL Singulier VOY A la fin T Nous VOYON A la fin ONS Vous VOYZ IL ou EL Au PLURIEL VOY أعلى فان ENT إجزمبل الأفعال اللي أخرها RE verب vendre يبيع أعلى فان S تُوَنْ أعلى فان S إِلْفَنْ هينَ مفرود نحطوا تي لكن دي بعدها تي ما تجيش فعشان كده لغينا التي إِلْ وَلْفَنْ أعلى فان دي مش تي نو زي ما لاحظتوا هنا أفعال المجموعة الثالثة أغلبها بألافان S S T O N S E Z E N T لكن طبعا دايما في قواعد شزاء أو دايما في أفعال شزاء إن شاء الله في فيديو قادم هحط كل الأفعال الشزة في في كل الأزمنة مع بعض إن شاء الله تكونوا فهمتوا درس النهاردة دا الدروس القادمة إن شاء الله السلام عليكم